تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وقم بتسليم الرسالة سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض وتسلمها نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يعود بالخير والمنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر